الآن نلخص بعض ما وردت في الكتاب والسنة في موضوع القلوب باختصار يعني بمرور سريع من باب إكمال هذا الموضوع والإضافة إليه من غير الأربعين التي سبق ذكرها استعرضنا والحمد لله في هذه الدورة بعض أحوال القلوب واختلافها وتغيرها وما يطرأ عليها والغشاوة والظلمة وما ينفعها من الأعمال الصالحة والأحوال الكريمة وما يذهب عنها الرين ويجلوها ويسقلها وبينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير لأن هناك قلوب معمورة بذلك وأن من أفات القلب كثرة الضحك وأنه سمي قلبا من تقلبه وأنه أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا ومن الريشة في مهب الريح وأن قلب المؤمن معمور بالتقوى وفعل المعروف وأن قلب المؤمن لا يطمئن إلى الإثم ما يطمئن ما يرتاح وأن مما يلين القلب مسح رأس اليتيم وإطعامه من طعامك وأن من أصناف أهل الجنة الرجل الرحيم رقيق القلب لكل ذي قربه ومسلم وأن الغنى الحقيقي غنى القلب والفقر الحقيقي فقر القلب وأن من الأدعية العظيمة واسلل سخيمة قلبي ومن الأدعية كذلك الطيبة اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما ذكرنا سابقا من الأدعية المهمة اللهم جدد الإيمان في قلوبنا لأنه قال في الحديث فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ومن الأدعية العظيمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ذكرنا عدة أدعية في موضوع القلب وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه يعني لا يخلط فيها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وأن من جعل همه الآخرة وإرضاء الله عز وجل جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همته الدنيا فرق الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه وأن من تفرغ لعبادة الله ملأ الله قلبه وغنى وأن الكرم الحقيقي هو قلب المؤمن هذا المعدن الذي فيه كل الطيبات وأنه ما من القلوب إلا له سحابة تغطيه ثم تنجلي بالاستغفار والتوبة وأن المحزون يسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه وهذا من أدعي العظيمة أيضا في مبوع القلب وأن من أسباب ضعف الأمة الوهن في القلوب بسبب حب الدنيا كراهية الموت وصلة أعمال الجوارح الوثيقة بما في القلوب وأن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب وأن من لم يجعل الله في قلب رحمة للبشر فقد خاب وخسر وأن من أهل الجنة صاحب القلب الرقيق الرحيم وكذلك فإن صاحب القلب الرحيم ينفع الناس وأن الذي لا يريد ينفع الناس أو يمنع النفع عنهم مسكين قلبه كما ثبت عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير رضي الله عنه أن رجلا كان به هذا حديث هذا في الطب هذا حديث طبي عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير رضي الله عنه أن رجلا كان به جدري فخرج إلى البادي يطلب دواء فلقي رجلا فنعت له الأراك شوف الأراك هذا شجرة السواك الأراك شجرة السواك الأراك يطبخه أو قال ماء الأراك بأبوال الإبل يأخذ ماء الأراك سواك هذا يطبخه ببول الإبل وصف له دواء وأخذ عليه هذا الواصف أخذ على هذا الآتي البادية إليه العهد يعني أن لا يخبر به أحدا ففعل فبرأه راح استعمل هذا للمرض الذي فيه وبرأ فعلا فلما رآه الناس سألوه إيش استعملت إيش استعمل فأبى أن يخبرهم فجعلوا يأتونه بالمريض يجيب له واحد مثل مريض مثل المرض يقول يحلى شوف هذا كان فيه مثل الذي فيك فيركونه على بابه يعني يعني لعله يصير عنده رحمة يخبر فسأل ابن مسعود قال أنا عطيت عهد للطبيب الشعبي هذاك قال لقد لقيت رجلا ليس في قلبي رحمة للناس لقد لقيت رجلا ليس في قلبي رحمة لأحد انعطه للناس إذا إذا هذا أبو 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 حقوق الطبع محفوظة بعض ما فيه رحمة الحديث رواع عبد الرزاق في المصنف بينانا القرآن العظيم نزل لتآلف القلوب واجتماعها وعاء وليس لاختلافها ولا للتنازع وأنه لا يجوز أن يكون فيه مجالس نقاشات يضرب بعضهم القرآن ببعض ويضربوا الآيات بالآيات وهذه تعارض هذه ولا يدرون موجه كيف تفهم بشكل صحيح القرآن نزل يصدقوا بعض وبعضا كذلك ذكرنا أن الشيطان يقذف يقذف في القلب سوء ظن يقذف في القلب شكوك وساوس وأن واعظ الله في قلب المؤمن يحميه بإذن الله من الوقوع في المحرمات طبعا وردت أشياء كثيرة في القرآن الكريم بشأن القلب القرآن أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نزله على قلبك بإذن الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك فالواحد قال الوحي نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن نزل وين أين نزل من النبي عليه الصلاة والسلام أين نزل منه نقول في قلب على قلبه بدليل قوله تعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين كذلك لنثبت به فؤادك هذه فائدة كذلك أن من حكمة الله معاقبة أصحاب المعاصي بذنوبهم بابتلاء بمعاصي جديدة ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يعني عقوبة لهم على ما كما لم يؤمنوا به أول مرة نصرفهم نصرفهم عن فهمه وعقله والتأثر به والانقياد له ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة فالموقف الأول الرافض والمعادي نتج عنه صرف من الله لهم كما لم يؤمنوا مثل ما كذبوا به أول مرة خرص صرفناهم أعطينا عقوبة جديدة الآن عقوبة صرف القلوب عن الحق نتيجة الموقف الأول في رفضه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأما الذين في قلوبهم طيب إيش يسبح القرآن بالنسبة لهم الآن إذا نزلت آية جديدة في الوضعية هذه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس سبحان الله وكذلك مما يتعلق بالقلوب في القرآن أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني كما أنه يحول بين المؤمن والكفر كذلك يحول بين الكافر والإيمان فلا يؤمن ويموت على الكفر لكن ما في واحد يريد الحق ويريد الخير الله يصرفه متى يصرفه الله إذا من أول رفض وعاند كابر كذلك من كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يضره الإكراه على كفر أو دونه كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج ولا إثم وكذلك فقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هناك ناس يغفر الله قلوبهم عن ذكره حذر من طاعتهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة فلا يطع ولا كرامة وجاء كذلك في القرآن أنه لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم من الشبهات والشهوات ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الإمام أبو عثمان نيسابوري سليم سالم من البدعة وكذلك بيّن الله في كتابه أنه يربط على قلوب أهل الإيمان ربط على القلب فيطمئن القلب يسكن يسكن وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وربطنا على قلوبهم أصحاب الكهف وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وبيّن ربنا أنه لم يجعل للإنسان قلبين إلا قال سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما في قلب يطيع قلب يعصي قلب يتوكل على الله وقلب يتوكل على غيره ما في إلا قلب واحد بقدر ما فيه تكون منزلته وأخذ أخبر الله عن أصحاب القلوب المريضة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض يطمع في كنّة إذا يا أية والنسوة إذا خضعت بالقول لن ينتيه ميوعة فتأثم على ما سوف يقع في قلبي ذاك الذي يأثم على سعيه للسماع أو الاستماع والتقصد وقد بيّن الله الطبع في كتابه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وأن التكبر من أسباب الطبع القلب وأن هناك ناس يختم الله على قلوبهم فلا يدخلها نور ولا هداية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وختم على قلوبكم في آية أخرى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وكذلك من أسباب الطبع على القلوب الاعتداء كذلك نطبع على قلوب المعتدين تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة ذلك بأن مستحب الدنيا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأيضاً الانصراف الانصراف عن آيات الله والكفر بها واتباع الهوى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا إن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوثوا العلم ماذا قال آنفا؟ استهاناً استهاناً بالقرآن النازل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتباع الهوى سبب لهذا أفرأيت من اتخذ إله هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه لكن هناك قلوب مؤمنا يزيدها النازل القرآن النازل إيماناً وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والله عز وجل ينزل السكينة في قلوب المؤمنين فيثبتون أمام عدو أمام جبار هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم أخبر تعالى في كتابه أن القلوب تتشرب وأشربوا في قلوبهم والعجل بكفرهم وأخبر أن قلوب أهل الزيغ مفتونة فأما الذين في قلوب الزيغ فيتبعون ما تشابه منه المتشابهات التي بالنسبة لهم اتباع المتشابهات نجلبهم الشك والحيرة أما أهل الإيمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأخبر أن قلوب أهل الإيمان تتآلف برحمته إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وإن القلوب تتنافر لولا أن الله يؤلف بينها وامتن الله على نبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم كذلك أخبر أن الله يلقي في قلوب الذين كفر الرعب ولذلك لو قالوا واحد يعني كيف نحاربهم ومعهم قنابل نووية ومعهم طائرات ومعهم حاملات طائرات ومعهم صواريخ يقول يا أخي أنت بس شف لو صدق المسلمون والله العب لو صدقوا في التوكل على الله لألقى الله في قلوب الذين كفر الرعب إذا ألقى الله في قلوبهم الرعب أي صدق يغتنفع وأي قنابل نووية وأي حاملات طائرة وخلاص إذا واحد خلاص ألقى الله في قلبي رعب لن يستطيع أن يتصرف يمكن يطلقها على نفسه يمكن يطلقها على أصحابه كذلك أخبر أن ذكر الله يطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي ناس لا يطاهر الله قلوبهم من الرجس أولئك الذين لم يريد الله أن يطاهر قلوبهم كذلك أخبر أن الضراعة إلى الله تلين القلوب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم بيّن أن العمل حقيقي عمل قلب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها هذا الجهل العظيم وقال فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه يضل القلوب التي لا خير فيها ومن علم في قلبي خيرا فسوف يهديه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم وفي ناس يصرف الله قلوبهم عن الحق بعنادهم وكذلك في المقابل أهل الإيمان توجل قلوبهم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة إنه ما يقبل منهم وأيضا فقد أخبر أن الإثم على من تعمد قلبه الإثم لا يؤخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم وأخبر أن حجاب المرأة الشرعي الصحيح الكامل طهار للقلب الدليل من أسباب صراح القلوب الحجاب الشرعي يلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم حتى واحد يقول إيش علاقة القماش من القلوب إيش علاقة القماش هذا لو ما التفريط في الحجاب مرض القلب أخبر أن قلوب أهل الإيمان منشرحة للإيمان بخلاف أهل الكفر العصيان قاسية مش مئزة وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والله يزين الإيمان في قلوب المؤمنين فتقبل عليه وهذا من منن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أخبر أنه فيه أقفال على بعض القلوب أقفال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كذلك أن القلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه فالقلب أيضا في موضوع الزن العين وزن الأذن حتى جاء عن أبي هريرة العين تزني والفم يزني والقلب يزني فقبل ما يزني الفرج كان قلبه قد زنه كل واحد وقع في الزنه قبل أن يزني بفرجه يكون قلبه قد زنه دخلت الشهوى فيه وتوتدت وأرست فيه قواعدها وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يدخلون الجنة على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض نسأل الله أن يجعل ابنهم قال قلوبهم قلب واحد وأخبر أن في الحديث أن قلوب الأنبياء لا تنام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا حديث صحيح وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح أن مما يلين القلب زيارة المقابر زوروها فإن ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة رواه الحاكم الصحة والألباني كذلك الكذب والخديعة والغش في الأيمان يعني في الحلف يجعل نكت سوداء في القلب إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث إن من أكبر الكذار الشرك بالله قال وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة يعني شيء كذب إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة هذا السوداء حسنا والترمذي وأخبر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال في أصل قلوب الرجال الأمانة نزلت واستولت عليها هذا الناس الذين أراد الله بهم خيرا يقبلون على الحق بذلك إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال هذا حديث البخاري مسلم الأمانة أول ما نزلت نزلت في قلوب رجال الله واستولت عليها طيب من الأدعية النبوية اللهم اجعل في قلبي نورا هذا أيضا مهم وقلنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن الذي امتثل لأوامره واجتنب نواهيه عمر رضي الله عنه ماذا جعل الله الحق ماذا جعل الله من الحق وين أين على لسان عمر وقلبه حديث قاتل المئة حديث قاتل المئة لما أراد الله أن يتوب عليه وجاله العالم قال اذهب إلى قرية كذا في ناس يعبدون الله عبد الله معهم وقبضت روحه في الطريق ماذا قالت الملائكة الرحمة يعني تحتج على ملائكة العذاب تقول نحن أولى به منكم نحن نقبض روحه ايش قالت ملائكة الرحمة بنص الحديث قالت جاء مقبلاً بقلبه إلى الله قالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله فإذا كل من أقبل قلبه قلبه إلى الله هذا ملائكة الرحمة أولى به عند قبض روحه من أحاديث القلب أنه من السبع الذين يظلم الله في ظل رجل قلبه معلق بالمساجد أخبر كذلك أن تقوى القلوب تنفع أصحابها لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم توحيد القلب ينجي صاحبه من النار إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى ولفظ لفظاً ومعنى يحققها كذلك إقبال القلب على الرب في الصلاة من موجبات الجنة ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجه إلا وجبت له الجنة ومن أسباب المغفرة في الحديث فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له آهل وفرغ قلبه لله شوف لاحظ وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته كهيئته يوم ولدته أمه يقين القلب بالتوحيد من أسباب المغفرة ما من نفس تموت ويتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها رواه أحمد وصحاهم محققون مسند ما هو أدنى شيء في إنكار المنكر يا إخوان أدنى مرتبة الإنكار بالقلب قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إنكار المنكر لا بد أن يكون في القلب في كل المراحل الثلاثة في كل المراتب الثلاثة وعطايا الكريم على قدر ما في القلب من الإيمان من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة بلغوا منازل الشهداء طيب محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الدخول الإيمان في القلب قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم يا آل البيت يا آل بيتي حتى يحبكم لله ورسوله رواه الترمذي وهو حديث صحيح وكذلك من لم يفضل الإيمان إلى قلبه ما أسلم لكن ما قال لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم هذا تنبيه لهؤلاء بل في ناس ما ولج الإيمان إلى قلبه وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن الإخلاص في القلب من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وصححه الألباني في صحيح الترغيب أمر أن يتعاهد القرآن حتى لا يتفلت من القلوب قال تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتاً من قلوب الرجال من الإبل من عقلها فمراجعة القرآن مهمة لحفظه في القلب وكذلك المواعظ كانت في الصحابة ترجف لها القلوب قال وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب خشية رهبة إيش قال هرقل لأبي سفيان لما قال في أحد يدخل في دينه دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرتد قال لا قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد إذا دخل من شكل صحيح خاص وتكلمنا عن لمة الشيطان ولمة الملك بالقلب وابن مسعود ذكر رسوخ القرآن في القلب قال القرآن إذا وقع في القلب فرسخ نفع وبن مسعود حذر عن شيء آخر من شيء آخر ينبت النفاق في القلب ما هو الغناء الغناء ينبت النفاق في القلب هذه أيضا من أبرار التي على القلب الغناء والذكر ينبت الإيمان في القلب كما جاء المسعود أيضا قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرعة والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرعة واليقين بالله من أعظم أعمال القلوب كما قال المسعود خير ما ألقي في القلب اليقين إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوهم الله عز وجل هذا حديث مرفوع في مسند أحمد وحديث صحيح طيب القلوب تتفاوت بيّن الحديث إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته فالقلوب تتفاوت والله ينظر في قلوب العباد كذلك جاء في الحديث إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم حسنه التنمذي وضعفه بعضهم الغضب جمرة في قلب ابن آدم والإيمان بياض في القلب والنفاق سواد فيه كما جاء عن علي رضي الله عنه وكذلك فإن النظر إلى ثياب المرأة يوقع الشهوة في القلب قال العلاء بن زياد كان يقال لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة شوف مو بس جسمها ثوبها فستانها قال لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب مصنف من أبي شيبة علم القلب وعلم اللسان لكن علم الحقيقي علم القلب كما جاء عن الحسن القلب مثل الكف يقول مجاهد فإذا أذنب ذنبا قبض إصبعا حتى يقبض الأصابع كلها قرس يصير مختوم كأنه مختوم عليه الآن مغلق مغلف وقال مالك بن دينار إن القلب إذا لم يحزن خرب كما أن البيت إذا لم يسكن خرب فحزن القلب هذا من مواعظ مما يخاف به من الله سبحانه وتعالى وهناك للقلب شكر والمرأة والخصومة تقس القلب ولسان الحكيم يرجع إلى قلبه والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل هذه طبعا ملخصة من عبارات السلف في موضوع القلب هذا كان جملة مما ورد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في هذا الموضوع العظيم وهو القلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينيرها بذكره وأن يعمرها بكتابه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد